اشتركوا في القناة في منزلة الدبران لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بينتقل لمنزلة الهقعة هاي المنزلة سيئ ولا تصلح الا الاشياء المضرة يعني اكثر اشي مفيد فيها هي استخراج السموم من الاجسام ومن الافضل عدم البدء فيها باي عمل جديد بسبب خلو المسار اللي رح يكون بعد الظهر ويستمر لبعد منتصف الليل زي ما حكينا انه القمر لما بكون موجود في برج الثور كلنا بنشعر بالحذر ومنميل للمحافظة على ممتلكاتنا نبحث عن اي شيء جديد نعتمد على انفسنا ماديا ما منفكر نهائيا باقتراض المال لا من مصرف ولا من صديق يعني بالفترة اللي بكون موجود فيها القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار بامكانكو شراء عقار وقضاء وقت ممتع في البيت مشاهدة التلفزيون او انك تحضر فيلم او مسلسل ترفع عن نفسك فيه طبعا بشكر الجميع على كل الكلام الطيب المشجع الداعم يعني اعطتوني دفعة رفعت من معنوياتي بشكل كبير اسأل الله اني اكون دائما عند حسن ظن الله فيه ومن ثم حسن ظنكو فيه وبدعمكو بتشجيعكو ان شاء الله رح نستمر ورح نبتكر اشياء جديدة ورح ابدأ ببرنامج تعليمي مبسط جدا بدون هاي المصطلحات اللي بتسمعوا فيها اللي ربي البيت والكوكب المحترق وفي منزلة المثلث وفي ربي المثلث والاسماء هاي اللي يعني زي اللي بحكي مصطلحات عشان يلفت الانتباه انه الشخص بعرف بس هي ممكن تنشرح ببساطة وبسهولة وتصل المعلومة للجميع ويستفيد منها الجميع ويصير الجميع يعرف يحلل الخارطة الفلكية بدون من يرجع لفلكي نصاب او مستغل لوضعك او ظرفك على اساس انه هو والله بيعرف باشياء انت ما بتعرفها ولكن للعلم هذا علم بسيط جدا وسهل جدا اذا انشرح بنفس الطريقة اللي انا تلقيت فيها هذا العلم يعني بوعدكو انه في اقل وقت ممكن جميعكو دون استثناء اللي عنده قدرات عقلية واللي ما عنده قدرات عالية بالاستيعاب رح يعرف يحسب ورح يعرف يحقق نتائج وممكن يشتغل في هذا المجال كمان نبدأ في الزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا اليوم اول زاوية رح تكون تزديس بين القمر ونبتن تقريبا بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش بربع ساعة يعني بتوقيت الاردن الساعة ثنتين وربع فجرا بتوقيت اي دولة بتزيد الفارق على الوقت بطلع معكو ولكن انا بحكي توقيت جرينيش لان توقيت عالمي الكل سهل جدا يبحث عنه على الجوجل بيعرف الفرق بينه وبين الدولة اللي هو مقيم فيها كديش بزيد الرقم على التاريخ او على الساعة او بنقص الرقم من الساعة بيصل الساعة للبلد اللي هو عايش فيها زاوية التسديس هاي بتعطينا قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل بتعزز عنا قوة الحدث بالمسئولية بتعزز الخيال القصب بتقوّل حدث بشكل عالي جدا ورح يكون اكثر المستفيدين اللي بيعملوا في المجالات الفنية او الديكور او التجميل اما بالنسبة للزاوية الثانية وهي زاوية تربيع سلبية هي زاوية التسعين درجة رح تكون بين القمر والزهرة اثنين لهم علاقة بالعواطف هاي الزاوية رح تتشكل الساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج اكثر المتضررين هم اللي عندهم مشاكل عاطفية اللي بيهرب من الواقع تبعه عشان ينفس عن نفسه لصرف النقود واسراف بدون حساب اللي هو بدي يعمل بلغة العصر بدي يعمل شوبينج عشان يتهرب من واقعه بالنسبة للزاوية الثالثة رح تكون تثليف ايجابية بين القمر وزحل في تمام الساعة 11 وسبع دقائق بعد الظهر هاي الزاوية الايجابية بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل تقلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية الزيادة عن الوضع الطبيعي اما الزاوية الاخيرة هي تثليف ايجابي رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز من قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا نتمكن من الغوص في اعماقنا في نفوسنا واحداث اي تغيير او التغييرات المطلوبة على شخصيتنا وافكارنا طبعا هاي هي اخر زاوية رح تكون خلال هذا النهار لانه بعديها بتصير حالة خلوة المسار وحالة خلوة المسار هي حالة سلبية رح تبدأ الساعة 12 وسبع دقائق عصرا توقيت جرينيج وبتستمر الى ما بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل تقريبا بساعتين وعشر دقائق يعني الساعة 2 وعشر دقائق يوم سبعة واحد تنتهي حالة خلوة المسار وبصير اول اتصال للقمر بالكواكب وبكون استقر في برج الجوزاء فترة خلوة المسار هاي يعني فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين اللي بنفع فيها بس اكمال العمل اللي بدأنا فيه او اللي نوينا على العمل فيه قبل خلوة المسار ومعنى خلوة المسار للناس اللي سألت هي الفترة اللي القمر ما بعمل فيها زوايا في فترة انتقاله من برج لبرج فبكون احنا منسميه خال المسار لانه ما بعمل اي شيء وما له اي تأثيرات ايجابية بالعكس بتصير تأثيرات سلبية لانه قوة القمر باتصاله بالكواكب الاخرى طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر حكينا اهو احدب اهو 11 يوم في تمام الساعة 11 و23 دقيقة بعد الظهر في توقيت جرينيج بصير 12 يوم منصر في اليوم 12 نسبة الاضاءة تاعته بتكون 80% برج الحمل هذا اليوم شبيه ليوم امس ولكن الزوايا اللي فيه شوية بتحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة تدخلوا تحسين على ميزانيتكم هاي الفترة غنية جدا ولازم انك توظفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا لا تضيع الفرص ووظف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش بوضوح هاي الفترة فترة ممتازة ان شاء الله انك تستفيد منها برج الثور هذا اليوم ثقتكو بانفسكو اكثر من مبارح عندكو نشاط عالي جدا بادروا لاي خطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوظ رح تكون قوية والنتائج رح تكون حاسمة ما رح حد يقدر انه ينافسكو خلال هذا اليوم ولكن اي شيء يتعلق في الماضي بنصح انكو تطوو ابدأوا في مرحلة جديدة ترتفع معناوياتكو بشكل واضح وبتكونوا اكثر نشاط وبتوعدكو هاي الفترة بتطور جيد وحضوظ عالي يعتبر اليوم من افضل ايام الشهر برج الجوزاء هذا اليوم مش يوم سعدكو بتكو تتحملوا هذا اليوم باي طريقة وتعدوه على خير لحد يتما يوصل القمر لعندكو عشان تستفيدوا وترتاحوا من التعب اللي انتو فيه هذا اليوم ما بتطلب منكو اي جهد مبالغ فيه خصوصا الجهد الجسماني انجزوا اللي بتقدروا عليه من اعمال متراكمة دون اهمال صحتكم بسود الهدوء والملل اعمالكو بتلاقوها جامدة ما في اي تحرك في مكانها بتخيب امالكو لسبب او لاخر اهم ايش انك لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة فارغة من الطاقة والحظ ما تراهن عليها برج السرطان تفرحوا في هذا اليوم لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم اهمش انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن انك تحصل تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر تفرح بانتصار يا مهني او اجتماعي او اتنين مع بعض برج الاسد هذا اليوم مناسب للي ببحث عن عمل او حابب انه يدخل اي تغيير على العمل او تعديل عليه هاي الفترة بتحمل ضغوط على عدة اصعدة ممكن الايام هاي شوي يكون فيها نوع من انواع التوتر ممكن بتنتظرك مواجهة او ارتباط مهم بسبب لك شوي التوتر اهم ايش انك تدير بالك من العنادة والمشاعر السلبية برج العذراء خلال هذا اليوم بصلكوا خبر من بعيد او بتنجحوا في السفر والاتصالات او بيجيكو بريد او بكون عندكو نشاط دراسي او امتحانات جامعية بتنجحوا فيها بتتجاوزوا مرحلة كنتو خايفين منها او مقابلة او رسالة او شيء له علاقات بالمؤسسات التعليمية تزداد رغبتكو في البحث عن اي قاسم مشترك بتجمعكو باحبائكو تطمئن خواطركو هاي الفترة ممكن تحب انك تخوض فيها تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او على ثقافة جديدة او على مجال جديد من اجمل ايام الشهر برج الميزان يعني تعطيك الفترة هاي فرصة لمكسب مالي هاي الفترة بتوعدك بفرصة لمكسب مالي الوصلة يا بشراكي يا بتعويض بس اللي رح يقلقاك في هاي الايام يا صحتك يا صحت حدا قريب عليك بكون بحتاج للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوترات اللي موجودة على الساحة لا تغامر لا بموقعك ولا بشخصيتك ولا براحة بالك حاذر النزاعات والتذمر والتمرد اهمش انك تعمل اللي عليك بشكل تام وما تأجل اعمالك لاي يوم ثاني برج العقرب هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون مع طرف ثاني بتقدر تعزز شراكتك المالية والعاطفية حافظ على هدوء اعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم اي خلافات لازم يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس رغم تراكم العمل الا انك انتو عنكو قدرة على انجاز حصة الاسد منو نظموا جد والغذائكو وخذوا قصد كافي من الراحة تتلاحق الاتصالات وتكثر المسئوليات العائلية والمهنية اهمش انك تنظم وقتك وما تتأخر لا عن عملك ولا عن المسئوليات العائلية ممكن تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على التحمل اهمش انك ما تشك بنفسك وممكن يكون عندك انشغالات صحية اليك او لحد بهمك برج الجدي هاي الفترة زي ما حكينا يوم امس فترة للعاطفة فترة بتزيد من رغبتكو وتقرب من احبائكو وتعزيز العلاقة معهم بوسعكو ممارسة نشاط فني لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي انتو على موعد يا مع مصالحة او مع لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية ما تأجلها برج الدلو تقدروا خلال هذا اليوم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكو وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس فيها لا الاهتمام بمتطلبات العائلة صحيح الاجواء ضاغطة بالمسئوليات او المسئولية الكبيرة ممكن يكون عندك ارتباط مهم وما بجوز انه يفشل اكثر اشي بارقاك هي المصاريف المنزلية والالتزامات المنزلية برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندك اهتمام او تعامل مع اخ او جار تتمتعوا بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف ما تسكت استغلها سمع صوتك بس بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفادي للاهمال او التقصير وممكن اذا انت عندك سيارة انه يكون بدها صياني او صير فيها عطل مفاجئ ودير بالك من التهور على الطرقات هيك منك ان انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم في النهاية والله اعلم بشكرك على طول صبرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الى اللقاء